بعث النبي معلما ومربيا ومتمما لمكارم الأخلاق كالرفق والإحسان والصدق الذي هو مقتضى الإيمان دون نفاق فالقلب يألف كل سمح لين ومبشر بالخير حين يلاقي أخلاقنا للعالمين رسالة تدعو إلى الإسلام في الآفاق تدعو إلى الإسلام في الآفاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام أهلا وسهلا بكم في برنامجكم مكارم الأخلاق إن الأخلاق يدعو بعضها بعضا إن الكريمة من الأخلاق تدعو كريمة أخرى وإن مكارم الأخلاق إذا تحل بها المرء فإنه لا يظن بالناس إلا شيئا حسنا وإذا ساء فعل المرء ساء الظنونه وصدق ما يعتاده من التوهم وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم إن المرء إذا كانت فعاله سيئة فإن ظنونه تكون سيئة وإذا كانت فعاله حسنة وقلبه كان سليما فإن الظن يكون سليما هذا الظن أيها الإخوة إن كان حسنا كان صاحبه من أحسن الناس حالا وإذا كان المرء يسيء الظن بإخوانه فإنه قد فعل غيبة قلبية ولذا قال علماء عن سوء الظن بأنه غيبة القلب وحسن الظن من أخلاق الكبار وهو من صنيع أهل الإيمان ولذا قال عمر رضي الله عنه لا ينبغي للمؤمنين أن يظن بأخيه أو بكلمة قالها أخوه سوءا وهو يجد لها في الخير محملة إن العاقلة لا يحمل قول أخيه على السوء وهو يجد له في الخير مكانا يصح أن تحمل عليه لا ينبغي المؤمن أن يضيق قلبه عن احتمال مخارج الخير لإخوانه لو لا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا المؤمنون يظنون بإخوانهم كما يظنون بأنفسهم ولذا لما كانت حادثة الإفك قال أبو أيوب لامرأته لما قالت له يا أبا أيوب هل سمعت ما يتحدث به الناس عن عائشة رضي الله عنها قال أبو أيوب قد سمعت إنه الكذب فقال يا أم أيوب هل كنت تفعلين هذا قالت معاذ الله والله لا أفعله قال فهكذا عائشة لا تفعله هكذا يظن المؤمن بغيره كما يظن بنفسه ولذا قال علي رضي الله عنه إذا ظهر للمرء مرؤة أخيه لا ينبغي له أن يصدق ما يقال به من الرجال إن حسن الظن هو الذي يحدو المرء على العمل الصالح إن أعظم حسن ظن نظنه ما نظنه بالله جل وعلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء أي أن العبد إن ظن بربه خيرا فإن الخير أمامه ولا يحسن أحد الظن بربه سبحانه وتعالى إلا وفق لصالح الأعمال والأخلاق ولذا قال حكماء بأن الجود والكرم من دلالة حسن الظن المرء بربه لأنه يظن بالله ويظن العوض من الله ويرجو الخلفاء والعوض من الله قالوا والمتوكل على الله يحسن الظن بالله جل وعلا لأنه لا لم يحسن ظنه بربه لكان خائفا مترددا لكنه لما أراد أن يقدم على عمل من الأعمال وتوكل على الله جل وعلا فيه وأقدم عليه دل ذلك على أنه يحسن الظن بربه أن ما اختاره له هو الخير ولولا حسن الظن بالله جل وعلا لما أقدم المرء على شيء من أمور دنيا لأنه يخشى عواقب الأمور لكنه في كل خطوة يقدم عليها وفي كل أمر يقدم عليه يستخضر أن ربه جل وعلا أنه جواد كريم أنه يختار له الخير أنه يعينه على الخير ولولا حسن الظن بالله جل وعلا لم استطاع المرء أن يسير في دنياه فالذنوب كثيرة والآثام عظيمة لكن المرء يحسن ظنه بربه جل وعلا أن الله يغفر له ولذا قال بعض العلماء قال ما لم يكو إلا أن نحسن الظن بالله جل وعلا وإلا فنحن مفاليس من حسن الظن أن يظن المرء بإخوانه خيرا نظن بالله تعالى خيرا ونظن بعباد الله تعالى خيرا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حسن الظن بإخوانه وبالمسلمين بل أرسى دعائم حسن الظن جاءه رجل يظن سوءا قال يا رسول الله بأنه قد ولد له ولد أسود وهو ليس بأسود وكذلك زوجته فارتاب الرجل وقع في نفسه شيء من ذلك فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه بالحديث ثم قاله هل لك من إبل قال نعم قال ما لونها قال حمر قال هل فيها شيء أورق قال نعم قال من أين قال لعله نزعه عرق فقال صلى الله عليه وسلم ولعل ابنك نزعه عرق هكذا يربي النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم على حسن الظن لك أن تتخيل إذا كان الظن سيئا بين زوجين إذا كانت المرأة تشك في زوجها والرجل يسيء الظن في زوجته هل تستقيم حياة زوجين يسيء أحدهم الظن بالآخر أتصور أنها حياة جحيم لا يمكن أن تستقيم حياة المجتمع مع سوء الظن ولذا قال العلماء إن من أولى من يحسن الظن بغيره الرئيس بمرؤوسه وكذلك الرئيس بمرؤوسه فإن الوالي إذا ول عمالا ثم أساء الظن بهم فإنه لن يفلح وهذه وصية الحكمة من الأمراء والخلفاء بأن يحسن الوالي الظن برعيته لأنه إذا أساء الظن بهم قد فسدت أحوالهم إنه ينبغي للعاقل أن يكون حسن الظن بإخوانه حتى يستقيم أمر المجتمع هذا أبو أيوب كما أسلفنا يظن خيرا بعائشة المؤمن يظن خيرا بإخوانه لا يحمل في قرارة نفسه ظنا سيئا في غيره من المسلمين لأنه يعلم أن ما يظنه بنفسه هو ما يظنه بإخوانه نعم المؤمن فطن لكنه يخشى مقالة السوء ويخشى ظن السوء لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن لماذا؟ إن بعض الظن إثم المرء ينبغي له أن يجتنب الوساوس وأن يجتنب الظنون لأنه ربما وقع في الآثام إياكم والظن فإنه أكذب الحديث إن سوء الظن من أكذب الحديث وإن العاقل لا يرتفت إلا للبيان والبرهان ويدعو عنه الظنون إن من اتبع الظنون خسر محبيه وخسر أولياءه وعوال أعداءه ينبغي العاقل أن يكون حسن الظن بربه وأن يكون حسن الظن بعباد الله جل وعلا وأن يسيء الظن بنفسه إذا كملت للمؤمن هذه الصفة يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بغيره فإنه قد عظم حرمات الله وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر الكعبة فقال ما أعظم حرمتك وللمؤمن أعظم حرمة منك أن يساء به الظن اللهم إنا نعوذ بك أن نسيء الظن بالمسلمين وأسألك يا ربنا أن نكون من عبادك المخلصين الذين يحسنون الظن بك يا رب العالمين ولا يحملوا لإخوانهم إلا نفوسا مؤمنة طيبة والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعث النبي معلما ومربيا ومتمما لمكارم الأخلاق كالرفق والإحسان والصدق الذي هو مقتضى الإيمان دون نفاق فالقلب يألف كل سمح لين ومبشر بالخير حين يلاقي أخلاقنا للعالمين رسالة تدعو إلى الإسلام في الآفاق تدعو إلى الإسلام في الآفاق